بعد اكثر من عام ونصف على تحرير عدن من ميليشيا الانقلاب ما تزال التساؤلات حول اكتمال استقرارها الامني وجاهزيتها السياسية كعاصمة مؤقتة سارية المفعول ادارة امن عدن اكدت جاهزية المحافظة في الوقت الحالي لاستقبال موظفي كافة الوزارات ومرافق العمل الحكومية بالاضافة الى سفراء الدول العربية والاجنبية وممثلين منظمات الدولية عدن باتت امنة الان بحسب تصريح لمدير امن عدن اللواء شلال علي شائع الذي اكد تأهيل اغلب ادارتها الخدمية وتزويد مراكز الشرطة باحتياجاتها الامنية وتأمين مؤسسات الدولة وهو الامر الذي ساعد كما يقول اللواء شائع على نجاح الخطة الامنية الهادفة لضبط الانفلات الامني الوحدة الخاصة بمكافحة الارهاب كما تقول ادارة امن عدن اعتقلت عشرات العناصر الارهابية المطلوبة دوليا وضبطت المئات من العبوات الناسفة ونفذت اكثر من مائة وخمس وثلاثين عملية مداهمة لمواقع تابعة للجماعات الارهابية خلال العام الماضي نفذت قوات الامن بحسب تقرير المركز الاعلامي لامن عدن قرابة مئتين وخمسين عملية نوعية ضد الخلايا الارهابية والعصابات المسلحة الممولة من ميليشيا الانقلاب كانت عدن التي تم تحريرها في السابع عشر من يوليو الفين وخمسة عشر قد شهدت انفلاتا امنيا وعدة عمليات ارهابية وظلت خلال الفترة الماضية رهينة التقلبات السياسية والتوترات الامنية يبقى السؤال المتروكة اجابته للأيام القادمة هل باتت عدن امنة حقا؟